في حصة الفني لازم نعترف أنه بقى فيه مشاكل كتيرة جدا جدا وإحنا بنقعد نقول الكلام ده بيننا وبنبعض يعني نجتمع مثلا مجموعة فنانين نقعد مع النقيب ونقعد نقول مشاكلنا ونستنى يا ربي يجي لنا رد والنداية عرض على الدولة والدولة تساعدنا وتقف معنا وتحللنا المشاكل دي الحقيقة ما فيش ردود هم ما حدش بيقول لا بس ما حدش بيقول أيها أو ما حدش بيفعل الكلام يعني بنقعد ونعمل اجتماعات عشان نقول حلول ليه الفن بيتراجع ما إحنا لازم نكون صرحة ما نحطش رأسنا في الرمل بيجي وقت مثلا بيبقى فيه مهرجانات دولية موجودة ما نلاقيش فيلم مصر يمثلنا إزاي؟ إزاي وإحنا بلد الفن إزاي يجي مهرجانات نحن في مصر يجي مثلا مهرجان القاهرة اللي هو واحد من أهم مهرجانات العالم لأنه ده مستوى عالي ومتميز يعني بنعتبره كاتيجوري A يعني في المهرجانات المهمة جدا في العالم وإحنا الدولة المستضيفة وما عندناش فيلم مصري يمثلنا ما حدش تساءل ليه؟ ليه؟ واجهش من عدم موجود الفيلم المصري هي الرقابة؟ في أفلام لكنها أفلام دون المستوى مش إحنا ما أنتجناش السنة دي أفلام في أفلام بس لا طاليق إنها تمثلنا في مهرجان لازم نناقش موضوعات مهمة الكلام الحاجة بتقولي ده في منتهى الخطور أيها لأنه أنت بتقولي لي أنا مش كاية هزة الحاجة أنقل الكلام اللي أنا بتميز بيها لو في حاجة واحدة بس أنا متفرد بيها بين العرب وأمة العرب وأمة ناطيق اللغة العربية هو الإبداع